اشتركوا في القناة على قطاع غزة قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام في حين أن ما يدخل موازنة هذه الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً يعني ما يدخل إلى حكومة الحمضلة من ضرائب 100 مليون دولار شهرياً وأن قيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي ناهيكم عما تستقطعه هذه الحكومة من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة بدون عمل مقابل فاتورة الكهرباء شهرياً إن حركة حماس رغم تخلي هذه الحكومة عن كامل مسؤولياتها اتجاه غزة إلا أننا نؤكد على جهوزيتنا الكاملة لتسليم كافة القطاعات الحكومية لحكومة الدكتور رامي الحمض الله وكامل الوزارات على أن تكون القوى الوطنية والإسلامية شاهدة على ذلك بشرط أن تلتزم هذه الحكومة بالقيام بكافة التزاماتها ومسؤولياتها ومهامها اتجاه قطاع غزة وأهله وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه إن صدورنا وعقولنا مفتوحة من أجل التعامل الوطني والمسؤول مع الجميع لإنجاح هذا الموضوع حتى نتفرغ جميعاً لقضايا شعبنا الوطنية ومواجهة الاحتلال